فما زالت غزة بإذن الله سبحانه وتعالى خافضة الرافعة كاشفة لزيف كثير من الأقنعة معيدة وموجهة للبوصلة مرة أخرى بوصلة الجهاد في سبيل الله كاشفة لزيف أعداء الله ممن تآمر مع أمريكا وحلفائها وتعيد لنا مفهوما واضحا أن العداء الأساسي أن العداء الأساسي هو عداء دين وليس لأجل أرض البارحة كنت أتناقش مع شاب فيقول عداءنا مع الصهاينة وليس مع اليهود فلماذا تدعو على اليهود وما هذا إلا لبعدنا عن فهم الواقع الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى به الله سبحانه وتعالى قد جعل الحرب بيننا وبينهم حرب عقيدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في شأن النصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يوفقون فحربنا في الأصل حرب عقيدة وإن كانت الأرض في هذه الحال في فلسطين هي جزء من عقيدتنا لا تنفك عنها وهي مصر النبي صلى الله عليه وسلم وهي محط الأنبياء جميعهم فلا هتعلق بالعقيدة أما أن أرى يهودي فيقول أنا لا علاقة لي بحربنا مع غزة وأنا أقر أن المسلمين حقا في فلسطين فأكون معه على حال من المسالمة لا أقصد المسالمة عدم الحرب ولكن المسالمة الدينية فأنزع العداء من قلبي له فهنا قد تخليت عن ركن أساسي من أركان الإيمان وهو الولاء والبراء فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر فغزة خافضة رافعة كاشفة لزيف كثير من الوجوه تعيد لنا البوسط وإننا إذ ندخل في العشر الأواخر من رمضان عشر الرحمات والتبركات عشر الربانيين عشر التجار الذين يعرفون كيف يقطفون الثمار أحدهم قبل رمضان كان يقول أنا حابب أعمل مثل غير بالهجرة إلى بلاد الغرب أروح أجمع خميره أشتغل سنتين ثلاثة أربعة أتعب على حاله أجيب مبالغ وأعيش هنا هذا في حساباته على إيش على الأمور المادية بغض النظر عن هل الفعل صواب أم لا ولكن هذا يريد أن يخطط أنه يشتغل بوقت ضيق فيخرج الكثير من المال وكذلك الحال في عملنا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قال إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَادِرِ طيب السؤال هذه ليلة مر في السنة أيعقد أن ينزل قرآنا نردده طول السنة وهو من قصار السور قصار المفصل ينبغي أن ننظر إليها نظرة أخرى لماذا جعلت هذه القصار وهي أكثر سور نرددها ونحفظها من صغارنا فأحدنا يحفظ لربما سورة الفيل ويحفظ سورة قريش ويحفظ سورة الدين ويحفظ سورة القدر ولا يحفظ كبار السور البقرة والعمران طيب لماذا صغر الله أو قصر الله سبحانه وتعالى هذه السور لتكون سهلة علينا في الحفظ ونرددها طول السنة فنتشوف طول السنة لليلة عشر ساعات طول السنة نكون مشتاقين لعشر ساعات هذه العشر ساعات تفضل 83 سنة ونيف من العبادة فمن استغل هذه الليلة في السنة زي ما بقولك الله جبر إن أحسننا قيامها وأدينا حق الله سبحانه وتعالى فيها وأقبلنا عليه بقلوب خاشعة خاضعة دائمة غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وقد دخلنا الآن أعددت العدة أعددت العدة لهذه العشر نعم قصرنا فيما سبق لربما في القيام في قيام الليل لربما في قراءة القرآن أما حال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر وهو الذي قد قال الله سبحانه وتعالى له قم الليل إلا قليلا شو يعني قم الليل إلا قليلا يعني الليل عم نحكي سبع ساعات من ساعات إلا قليلا القليل منه ساعة فبقى الوقت إيش قم الليل قديش قال قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن تردينه فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا حاله وكان يقوم في الأيام العادية من الليل حتى تتفطر قدماه تتفطر أنت لا توقف والدم ينزل من إجريك عقلا فكر فيها شو خلينا نركز إذا كنت بالمعنى لا توقف وقفي بقيام الليل إلى أن ينزل الدم من قدميك قديم توقف ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ما أنت بالشغل مرات في البعض بيشتغل بمحلات ضل واقف 8 ساعات أجل لكم الله على الخلاء ما بيقدر يروح فقديش الوقف اللي بدك توقفها ليش لا ينزل الدم من قدميك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فتقول له أمي وأمك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا فنحن هل أدركنا أن نكون من عباد الله الشاكرين وهل ضمننا التوبة هل بلغنا أن الله قد أعتقنا من النار حتى ركننا هذا الركون ما لنا تركنا النفير بيننا وبين الشيطان وسلمنا أنفسنا في مواسم تضاعف فيها الحسنات حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير أحيا ليلة خلص الليل ينتهي عنده فيه النوم فيقوم كل الليل أحيا ليله وألقظ أهله مش لحاله ما بتزبط أنت بالعشر الأخير تكون قاعد عم بتجهز حالك للعيد ومن هل عم بتحطه خطة طوال من نظهر وشو بدنا نلمس وحيل العيد هل عم بتجهزهم مش عم بقولك شي عاطل شي جيد لأنه عيد فرحة ولكنه العيد فرحة لمن لمن اجتهد فاجتهد ثم اجتهد ثم قاتل ثم حاول حتى بلغ منه الجهد ثم تكون استراحة المحارب بعد هذه المعركة بينه وبين نفسه بينه وبين وسوسة الشياطين تكون المكافأة بالعيد فنحن نركز بالمكافأة وننسى إيش الجهد كان إذا دخل أيقف أهله وأحيى ليلة وشد مئزرة حتى بتعد عن النساء وكان يعتكف بأبيه وأمي في المسجد في العشرة الأخيرة من رمضان ليه كل هذا؟ موسم ليلة القدر خير من ألف شهر يا أخي إذا أنا قلتلك عمل يوم بس ما عارفين هال هاليوم هالعشرة أيام مش محدد بالضبط بعضهم قال سبعة وعشرين بعضهم قال واحد وعشرين بعضهم قال بس هو بالليالة الوترية بس حتى الليالة الوترية مش مضمونة مئة بالمئة بالحسابات تبعيتها فبدنا نقوم العشرة أيام بس إذا اشتغلت هاليوم وصح أنت قدام ميزانيتك السنوية اتناشر ألف دولار عشرين ألف دولار ميزانيتك السنوية بتاخد ميزانية السنوية تكفيك تمانين سنة خدها وحطها عجنب شو بتعمل بهالعشرة أيام بالله عليك لو قيل لك هذا الأمر أنت اشتغل شغل صح ثمان ساعات بالليل وإلك مكافأ إذا رضى عليك اللي معلم إليك مكافأة مئة ألطلع شغلك كيف؟ على الشغل العادي يمكن يقول لك بيطلع لك يوميتين الشباب اللي عم يشتغلوا عن صفصوف ما شاء الله نص المسجد بيشتغلوا عن صفصوف ممكن نعطيكوا إكرامية برمضان بتلاقيهم طول اللي عم يشتغلوا بيقول لك عنا موسم بيطلع عانهم طلعين نزلين طلعين نتعشو او الراتب راتبين إكرامية بيطلع له على إيش؟ على شغل دنيوي وحق لهم ذلك يعني الواحد بد يركن على إيش؟ على أنه يعف أهل بيته ولكن هذا جهدنا في عمل الدنيا فكيف بليلة ثلاثة وثمانين سنة؟ ما قدرين شو يعني ثلاثة وثلاثين سنين؟ خير من العمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلا أعطيك مثال أعطيك مثال نبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شركة لا أهله الملك والحمد وهو على كل شيء قدر مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل وقال مثله وازاد عليه يعني تكون أفضل خلق الله عند الله يوم القيامة إذا قلت هاد وما حد الزاد عليك إلا اللي بزيد عليك بكون أفضل منك بهاليوم فتخيل هاليوم أنت أفضل خلق الله عند الله فتنضرب قديش؟ بثلاثة وثمانين سنة والسنة بثلاثة وثلاثة وثلاثين يوم أو ثلاثة وثلاثين يوم حسب الأيام بالهجر والميلادة فحسبه ولن تستطيع أن تحصيها مع الله معقول بعد تفوت أنت دقيقة بهالعشر أو ساعة أو تغفل ولا أقول لك وأنت لم تتعود على قيام الليل أن أحيي كل الليل كحال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ستطعت هذا طيب إن لم تستطع فقرأوا ما تيسر من القرآن السلف كان عندهم تسبيع القرآن كما نذكر تسبيع القرآن يعني يقرأ كل يوم سبوع من القرآن عنده ختم أسبوعي لازم أسبوعيا يخلص ختمة من القرآن فإذا دخل رمضان ختموا القرآن في إيش؟ في كل ثلاث أيام بدل ما كانوا سيكون سبعة أيام فإذا دخل العشر الأخير ختموا القرآن في كل ليلة كل ليلة 8 ساعات تطلع قارئ القرآن كامل ما قادر تقرأ اسم عمل ختمة سماع ولا تقل أجل عن ختمة القراءة بل هي لربما تكون أكثر تأثيراً ختمة السماع طبعاً ختمة سماع بقعد عن الناس بقعد عن التليفون قاعد عابد تركز ما عابد تحكي مع أحد عابد تركز بكلام الله وكأنك تستشعر أن الله يكلمك أنت إلك الكلام من الله إلك فإذا حدثك أحد وأنت تقرأ القرآن تنتفض إنني أتحدث مع ملك الملوك وأيلك أنا عابد أحكي رب العالمين عابد يحكي معي لو كان نائب أو وزير أو ملك عامل لك انتصاد توقف وبتعد تحكي معه ورايح جاي وعابد تحوص وقفك بالشارع عابد يحكي تخيل أنت ماشي بالطريقة وزير وقف من زلة حتى يحكي معك كيف تكون حالتك معه أو شخص ذو جاه كيف حالتك طب ملك الملوك يتحدث معك الآن بالقرآن فوق ستة الاف ومتين وستة وثلاثين موضوع ستة الاف ومتين وستة وثلاثين آية كل آية فيها كفينة أن تغير حياتك تعمل ختمة ختمة على الأقل من عشر أخير لو ثلاثة أجزاء بالليون بيوقتوا معك ساعة ونص بتدبر وتؤدى يا أخي ساعتين ختمة سماع ساعتين تسمع قرآن وقسمهم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل عندك شي؟ عم نقعد على المسلسلات وعلى الأثلام وعلى الواتساب وعلى غيره أضعاف هذا الوقت ولو طهرت قلوبنا ما شمعت من كلام ربنا والقرآن نزل في رمضان ورمضان شهر القرآن فاسأل نفسك أين أصبح القرآن في قلبك في رمضان وأسأل نفسي قبل أن أسألكم فالعشر الأخير ابدأ بالاستغلال بها إيش؟ بالقرآن وإن فاتتك صلوات الجماعة قبل العشر الأخير فإياك أن تفرط فيها في العشر الأخير شايف قيام الليل كله؟ الجماعة أجر الجماعة خاصة المغرب خاصة عفوا العشاء والفجر أفضل من كل الترويح اللي عبد صليه وأفضل حتى من التهجد اللي عبد صليه ليه؟ صلاة الجماعة هي الواجب هي أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فبتروح تحرص على إيش؟ على التهجد بالمسجد اللي فلانا عم بصلوا الساعة ثلاثين أو الساعة واحدة عشرين ركعة بروح بصليهم طب بالنسبة للعشاء طب بتصليهم بتحط رأسك بتنام على الفجر أستغرب والله باستغرب من الشباب يلي عم بصلوا العشاء والترويح اللهم بارك الفجر وينه؟ ناين كيف؟ إن فاتتك الصلاة أولا بالصلاة إن فاتتك صلوات الجماعة في العشرة الأخير عندك خط أحمر أوع تروح صلاة الجماعة اتنين القرآن أن يكون لك ختمة أو ختمتين أو ثلاث بايش؟ بالقرآن إما ختمة سماعة وإما ختمة قراءة وإن جمعت بينهما فهو أفضل ختمة سماعة وختمة قراءة ولا أحد يتعذر بختمة السماعة يعني أنت ما قدر تقرأ بالشغل مش عارف ما قدر تسمعها غريب هذا اللي بقول لك ما بيقدر يسمعها مع أن الأصل بالقرآن السماعة وإذا سمعوا ما أنزل إلا الرسول ترى أحيانهم تفيدون الدمع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا تمام؟ يتلى عليهم والله سبحانه وتعالى قال على النساء النبي ما يتلى عليكم في بيوته في بيوته كنت من آيات الله والحكمة يتلى عليكم الأصل تسمع تسمع بفتح القلب مباشرة ختمة سماعة ختمة قراءة والمحافظة على الصلاوات والأمر الأخير الصدق أتعجز تشتركينه تمر وكل يوم تتصدق بتمر تمر تعجز النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النارة ولو بشق تمر نصة فتكون قد تصدقت في هذا اليوم اجعل لك صدقة يومية بأقل القليل ولو بشربة ماء ولو بشربة ماء انت حط النية ولحالك حتزيد بإذن الله حط النية بالتمر ولحالك حتزيد ولكن ان تعود نفسك عشرة أيام على ايش؟ على الصدقة اليومية ما بتعرف اي يوم يكون ايش؟ ليل تقدر بعد المغرب انت ورايح اذن المغرب دخل الليل انت ورايح جيب التمر فطر في صائم اوه ممكن اخذت افطر صائم هاليوم افطر غصبا عنك بدا تقل انت الله ليش؟ حتى ايش؟ تخذ الاجر فكر كيف تكون تاجرا في هذه العشرة اخيان اياك ان تغفل ايضا في هذه العشرة عن الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لاخواننا في غزة يا طيب والله عم نشوف من اخواننا بالمساجد نحن عم نحكي على صعيد المسجد قبل المغرب الا من رحم الله الوقت عم يكون ضايع وانت وبالبيت ايضا عم يحط الاكل هذا وقت مبارك وقت تستجاب فيه الدعوة والله لربما يمنع الله سبحانه وتعالى كثيرا من السوء لا اقول لك ان يكون النصر كاملا بسبب دعائك وما ذلك على الله بعزيز ولكن قد يروي الله سبحانه وتعالى عطشانا في غزة بسبب دعائك وقد يطعم جائعا بسبب دعائك وقد يدفع اغتصابا عن اخت حرة بسبب دعائك وقد يسدد رمي المجاهدين بسبب دعائك كما قال الله سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وقد يعطل اسلحة الكافرين بسبب دعائك وقد يتقبل الله شهادة الشهداء بسبب دعائك فهي كرامة يمن الله سبحانه وتعالى بها على اهل غزة فتشترك معهم بالهم وتسأل الله سبحانه وتعالى وانت تدعو ان يملغك منازل الشهداء فتدعوه بصدق ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتبرأ من النفاق بهذا الدعاء بدعاء أن يفتح الله لك بابا إلى الجهاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فتكون قد حدثت نفسك بهذا الأمر كيف أمره إلى الله وإنها لآتيها وإنها لآتيها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحل فالدعاء الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة وأساسا العبادات محصورة بخمس العبادات الأساسية محصورة بخمس في العشر الأخير الصلاة وأصلها في الجماعة وقراءة القرآن والدعاء والذكر وإطعام الطعام فهؤلاء الخمس من اشتغل بهن وفاز بهن فقد حاز على فوز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر